بسم الله الرحمن الرحيم احنا معنا النهاردة طريقة التقفيل بتاع الفصان اللي احنا قصنا مبارح الفصانة بكسر ابا قلونات طريقة سهلة وبسيطة بس قبل بنبدأ الفيديو لازم انتعمل اشتراك للقناة ولا اعجاب بالفيديو لانا استمر في نشر المزيد ان شاء الله تعالوا بينا نبدأ الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم ورجعنا لكم من تاني وده الفصان اللي احنا قصنا مبارح اهو ابا قلونات اول حاجة بنعملها بنجيب السدرة والضهرة زي ما انتم شايفين كده دي الضهرة هوا اللي هيبقى في سوستة وبنثبتهم بنثبت اللي اكتف اول حاجة دي الساسونة سوري بنعمل الساسونات اللي هي بتاع السدرة والضهر هم اربع سوسونات بناخدها مثلا العارض بتاع الساسونة بيبقى مثلا صنط ونص او سنتي وفي طول بتبقى طولها عشرة سنتي الساسونة اللي هي دي دلوقتي دي طولها عشرة سنتي في عرض ايه سنتي او سنت ونص من تحت كده اول حاجة احنا عملناها اربع الساسونات هم وده طريقة سهلة وبسيطة جدا وهنعمل الفستان في ربع ساعة ما هنكون مقفلان الفستان يبقى احنا قصنا في ربع ساعة وهنقفله في ربع ساعة كمان واول تاني حاجة بنعمل لك كده في دلوقت اهو سبتنا اللي كتاف كده هيتصرفلهم دي الكسر اللي احنا هنعملها الساسونات هنعمل اربع خمس كسر كده في دلوقماشة الباقية معنا بعدها ما احنا عصنا السدر والضهر والاكمام ده اللي بقت معنا اول حاجة احنا بنعملها بنقسمها نصنا كده اهو وبنعمل اللي احنا قصناها ده عشرة سنتها هزا ما انتم شايفين بنقفردها كده بنقص دلوقت ده عشرين سنتي عشرين سنتها اهو اول حاجة عملناها كم عشر وبعدين بنقص عشرين سنتي كمان من بعديه احنا لو فردنا القصرة اللي احنا عملناها دي العشرة سنتي ده لو فردناها تبقى عشرين فاحنا بنقص عشرين عشان هنشتغل عليه اهي ده كده دلوقت احنا قصنا عشرين بس خيطنا على عشرة وفي الجهة التانية قبلها عن ايس ده عشرين بس احنا نخيط على عشرة اللي العلام اللي في النص زا ما انتم شفتوا كده كده احنا دلوقت عملنا تلات كسرات في كسر بتبقى خارجية وفي كسر بتبقى دخلية دلوقت الكسر اللي احنا عملناها ده هتبقى خارجية من بره في كسر تانية بتبقى دخلية يعني ايه مش مش هتفهمها مني لما بعملك في فيديو تاني ليه بإذن الله نعملك في فيديو تاني دلوقت الكسر الخارجية بره هي يعني الكسر بتبقى بره يعني انت شايفها دلوقت يعني انها بره هي قدامك ايه وكده بنقود كمان واحدة هنا اهو وبالها وبنقود واحدة للجهة التانية كده طرق سهلة وبسيطة خالص كسر دلوقت عشرة سنتي يعني بنخلطها على عشرين من قسمها طبع على عشرة كده نجي نقفلها بقى في الفستانة وفي السدرة اهو بالزبط او كده ولو طلع معانا تزيادة مسلا في اللجناب هي كده كده القصة بتاع للجناب وتبقى اقصة مستطيلة في الجنب اللي احنا بنصل ali من القصر ده من دلوقت لو طلع لو بعد ما عملنا القصر دي زي ما هي كده وطلع في الزيادة واللي حاجة بنقسمها على الجنبين وهو كده كده المسافات بتاع الجنبين معانا مزبوطة عشان احنا نبدئين yükسر من نص بنقسمة على الجنبين ونشل الزيادة من هنا بيبقى اتنينة سنتي مسلا او تلاتة او حسب ما هيكون وفي الجهة التانية بيبقى برضه زيه وبنقصهم على طول. كده من غير مكوى من غير اي حاجة عشرة لعشرة. مقساتنا مزبوطة والمسافات بتاعتنا مزبوطة. والشوء اللي نضيف زي ما انتم شايفين كده. وفي مسافات كمان في الاجنابة هاي. انا شيلته من هنا تسانتي ومن هنا تسانتي. ده دل وقت السادر. ده دلوقت الضهر ولا ايه? اهو الضهر مقسوم اتنين عشان الضهر يبقى في سوستة. اول حاجة بنعملها القصر بتاع السوستة دي. بنعملها على على الاتجاه اللي هو بتاع السوستة. وبنعمل واحدة في في القصة التانية وفي المربعة التانية وقصدها برضه. كده احنا قلنا القصر اللي احنا عملناه في الاول قديه عشر سنتي وبال القصر اللي واحد دي هزي ما انتم شايفينها كده خمسة. هكده من الاس عشر اهو. بنعملها كده يعني هي لو حبتنا المزورة جوه كده القصر هتبقى خمسة سنتي. زي ما انتم شايفين كده. بيطلع معنا سنت زي ما انتم شفتوها في السدر. بنقسموا على الاتنين بقى. دي كده هطلع على اتنين سنتي مثلا زيادة هنروح شارينهم من الجهة التانية. احنا عملنا هناك اربع كسر وهنا يبقى اربعة. دول اتنين قدامكم دلوقتي واتنين في النص التاني اللي هو بتاع السوستة التانية. بنعمل الكسر كده الاتجاهة بتاع السوستة. احنا عملنا الاتجاهات التانية على وشنا. ودي دلوقتي على وش السوستة التانية. يعني الاتنين في وشه باع. سهلة وبسيطة جدا. بس اللي يتعاود عليها واللي يفهمها على طول يعني. ده كده هنجيب الاتجاهة بتاع السوستة. والتجاه اللي احنا هركب دلوقتي دلها هيبقى على ادين الشمال من وراء. هابنركبوا كده زي ما اتو شايفين. سهل وبسيط جدا وينفع الفساتين السواري وينفع الفساتين الخروج. في ناس بتعملوا فساتين السواري كده وفي ناس بتعملوا فساتين الخروج عالي. نعمل فساتنا اللي احنا بنعمله دلوقتي ده فساتن يعني ايه? يعني بين البنين بيمشي ممكن يمشي فرح في صهراء او حاجة وممكن يمشي خروج. بيمشي على اتنين يعني. اهم حاجة احنا بنعمل الكسر تبقى مسافات بتاعتناها مزبوطة. ده هتتسرفل والوسط اللي قدومها هتتسرفل. بتعركب اللي اكمام زي ما انتو شايفين. بنقسها بنحط النص بتاع على النص بتاع الكتف. على الخاطة بتاع الكتفة بعد كده بنكمل. وبنكمة من قدومها هنا اتنين تانية بسيطة كده. بتبقى تانية مسلا اتنين سنطة زي تانية التشارتات كده. او البناطلة الجنسة او التشارتات اهو. او اللعبات كده. بتبقى تانية اتنين سنطة كده. دي بتعلك معها. بنركب الجيلو التاني. اهو بصوا كده من تحت كده في اتنين سنطة زي ده اهو. في عند عند الكسر. بنشل اتنين سنطة من هنا واتنين سنطة من هنا. عشان ما نفعاش نشل الكسر الا اربعة سنطة من جهة واحدة. عشان كده قبل ما نشتغل نكون اسمين السدر نصون كده وعملين علامة ونجي عند نص الكسر اللي احنا عملناها بتاع الكسر. نكونوا حطين علامة ونحطوهم على بعض ونشتغل. عشان لو في مسافة يعني في زيادة في الاماش اللي هو بتاع الكسر نخرجوا من لمية ايه. ده كده هيتسرفل. بتاع السستة زي ما انتم شايفين. بنقفلها بعد السستة بكام? بعد السستة بعشر سنطة على طول. بعد كده بنجيب الدواسة نغيرها. بنغير الدواسة اللي هي بتاع السستة. بنجي نركب السستة بنجيبها. ونحط وش السستة على وش القماشة زي ما انتم شايفون كده. ده وش السستة على وش القماشة. وبنخلط وهي بتبقى يسمع كله جوه. ومنخلط على الفرد اللي برا. انتم اشتركوا في المفترون. اشتركوا في المشاهد ، että وبدأنا احنا نركب السوسطة من فوق. والفرد التانية بتاع السوسطة بنبدأ نركبه من تحت. زي ما انتم شايفون كده اهو. كده السوسطة رجبت. سهلة وبسيطة. وفوسط الكسر والسوسطة مش بانة من بين الكسر ولا اي حاجة. اكيدنا ما في السوسطة في النص اللي تحت. نرجع تاني. نشيل الدواصة بتاعتنا ونركب الدواصة الاصلية. كده يبقى بقى عندنا ايه? كده عملنا الكمام. اول حاجة عملنا الاستسينات وبعد كده عملنا الكتاف. وبعد كده عملنا الكسر. وبعد كده نركبنا الجيرو وتانينا من قدام. ودلوقت عملنا السوسطة. وخلصناها. وبعد كده نعمل الجناب وبعد كده خلاص. خمس مراحل. نقفل السوسطة. كده نعمل الجناب زي ما احنا بنقفلها عادي. انا بقى او انا بقصة بس يب صنطة بس يب اتنين صنطة زيادة. عشان كده احنا بنعمله للناس. يعني مش بنعمل مش بنجيبها عينات ونعملها وخلاص لا. احنا بنعمل حاجة بتتلبس. يعني الحاجة اللي احنا بنعملها دلوقتي دي بتتحدي شريحة وبياخدها له وبيلبسها. مش بنعمل زي في فيديوهات الناس بتجيب حتى تقوماش قصائص وتعلم الناس عليها. في حاجات ممكن تفوتهم وفي حاجات ما يقولوش عليها. احنا الفيديو بتاعنا ده على الطبيعة قدامكم كده. الحاجة اللي احنا بنعملها بنقصها ونخيطها ونعلقها على ما اللي كانوا قدامكم يعني حاجة زي ما بيقولو. والله المستعان بينا وبينكم. وربنا عنا ويرزقكم. اتنين سنتي كده عشان ايه? لو لو ربنا كرم الناس اللي انا بعملها وتخنوا شوية ولا حاجة يبقى الصعب راحته. بعد كده عملناها. وصرفلناها. ودلوقتي نتنقديل بقى. برضو بصفي خمسة سنتو ولا حاجة. عشان لو ما يطلعش قصير ولا يطلع طول ولا كده. دي الناس كالا بتطلبهم. بيقولولنا سيب لنا في الزهادة ومش عارفهم كيفة. احنا عارفين للشعب المصري بتاعنا الناز بتزيد في ساعة وبتقل في الساعة التانية. يعني الاكسام بتاعتنا مش مش متناسكة. في السانية كل واحد ممكن يزيد ويقل في اي وقت. فاحنا بنسيب الزهادة دي عشانك ايه? يبقى معنا على كل الاوضاع. ملت هنوسع خسيت هنداية. كده خلصناها. ملتنا الرقبة بقى تانية خفيفة كده. ممكن نحط له خيالة من جهة وممكن لا يعني عادي. الفساتين عليه بقى محطوش لها. المال السوارات والحاجات دي لازم ان يتحط له. من اتنى قطينا بسطة زي ما انتم شايفين كده. انا قلبه لكم بقى وكده يكون الفساتين خلص. ما تشوفوا كده اقولوا ما ارايكم فيه. كده الفساتين قدامكم مهما. يا رب يكون الفيديو اعجابكم. بس قبل ما تقفلوا الفيديو. عرفونا ارايكم فيه. وما تنسوش الاشتراك في القناة والاعجاب في الفيديو. لنستمر في نشر المزيد. وربنا رزقنا وارزقكم ومع السلامة.